إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حبة الكرام أيها الإخوة والأخوات شخص خير زيسور طالق راسد الله سبحانه وتعالى بيافنوا يا فوتوس أنس فندر دي بني بهذه الجمعة المباركة مرحبا بكم جميعا سائل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اليوم ويجعل الله سبحانه وتعالى طاعتنا وعبادتنا في هذه الساعة ساعة استجابة إن شاء الله تعالى أسأل الله التوفيق للجميع نحن 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 حدثا عظيما وقعا عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فوصلا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات هذه الواصية الواصية للناس كافة donc la première chose que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a fait le voyage de l'Egyre lorsqu'il s'est dirigé vers Médine la première chose qu'il a dit aux gens il a dit ces quelques paroles ces quelques mots des recommandations qu'on appellera incha'Allah les recommandations prophétiques وَهَادَا الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بِنُسَلَّمْ رَضِيَ اللَّهُ وَعَلْهِ وَفِذَاكَ الْوَقْتِ بِهَادَ الْحَدَثِ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمَنْ donc Abdullah ibn Salam c'est le compagnon qui a rapporté ce hadith et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé vers Médine il n'était pas encore croyant فَعَبْدُ اللَّهِ بِنُسَلَّمْ سَمِعَ أنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَعَلْهُ وَعَلْهُ وَسَلَّمْ دَخَلَ الْمَدِينَةِ يعني قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَعَلْهُ وَسَلَّمْ فَيَقُولُ هَذَا الصَّحَابِيَ الْجَلِلِ رضي الله عنهم فَجِئْتُ فَجِئْتُ qui est arrivé pas n'importe quelle personne certes c'est un voyageur qui est arrivé et il est connu de l'accueillir de la meilleure manière qu'il soit mais c'est le prophète le messager d'Allah صَلَّوَ وَعَلْهُ وَسَلَمْ alors ce compagnon est parti rejoindre les gens afin de voir à quoi ressemble cette personne qui se dit qui est prophète هذا الصحابي يعني فاديك الزمان بغي يمشي يتقدم بشي يشوف شكون هاد هاد السيد هذا اللي كيقول أنه اسمه محمد وهو نبي الله فيقول عبدالله بن السلام لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب يعني فسعلي شفت الوجه دياله ظهر لي أن الوجه دياله مش الوحل لكي كذب وسماهم في وجوههم الإنسان عيت شوفه بلا ما تحكموا لا تعرف القصة دياله ولا التاريخ دياله ولا الأهل دياله أحيانا عيت شوفه المنظر دياله الخارجي لوجه دياله يعطيك لك الخبار والخبار لكي عطيس ابن نبي صلى الله عليه وسلم الملامح دياله ولوجه دياله المنور صلى الله عليه وسلامه عليه أن هذا عبد الله ابن السلام هذا الصحابي كذب الله يعني دياله يعني دياله أنه ليسا بيواجه نكذب أنه صدق الامين صلى الله عليه وسلم وآله و هذا عطي رف حتى من غيري المسلمين حتى من قريش و هو صدق الامين صلى الله عليه وسلم وآله le prophète عليه الصلاة والسلام était recommandé même de la part des non musulmans des Qurayshites et à son visage il apparaissait une lumière et on pouvait constater de son visage que ce n'était pas une personne qui pouvait mentir qui n'était pas correct donc l'honnêteté apparaissait même sur son visage comme l'a rapporté Abdullah ibn السلام فَكَانَ أَوْلْ شَيْءٍ فَأَوْلْ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ يعني أَوْلْ حَجَلْ يَيْقُلَ سِدْنَنْ بِي صلى الله عليه وسلم و هادي الواصية واصية قال أن الناس جميعا ولكن هي أن ستفدو منها تحنية و هي صالحة لكل زمن ومكان le prophète عليه الصلاة والسلام il va donner des recommandations et Abdullah ibn السلام il rapporte et il dit voilà la première chose que j'ai entendu que le prophète Mohammed s.a.w. a dit il a dit les recommandations suivantes qu'on va citer et elles sont valables pour nous tous il les a dit il les a il les a transmises aux gens qui étaient là mais elles sont valables pour toute personne à n'importe quel endroit où il vit et à n'importe quel moment de l'année ou de sa vie donc elles sont valables jusqu'à la fin des temps donc c'est une recommandation pas d'un scientifique d'un expert ou bien des parents ou bien de quelqu'un qui était très cher ou bien quelqu'un qui a de l'expérience c'est une recommandation prophétique du prophète Mohammed s.a.w. s.a.w. donc il parle à tout le monde est informie parce qu'il y a le capability il faut car les chale que les monnaies sont valables ou bien des młthers laLEBR j'en 57 وكين الأنصار لعيش أصلا أهل المدينة الذي أسلموا وكين اليهود وغير المسلمين عموما يعني كين المسلمين وغير المسلمين فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجميع لأن هذا الدين يصلح للبشرية جمعة لأن الله سبحانه وتعالى قال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الله سبحانه وتعالى dit « Je ne t'ai certes envoyé que par miséricorde pour l'humanité ». Donc cette religion est tout à fait valable et acceptable pour tout le monde. Et le prophète عليه الصلاة والسلام parle aux musulmans et aux non-musulmans. Parce que là à Médine à cette époque-là, il y avait les habitants, ce qu'on appelle l'ansar, les gens de Médine qui sont devenus croyants et il y avait les muhajirines, ceux qui ont fait l'égir, qui sont musulmans et il y avait aussi les non-musulmans, les habitants de Médine qui étaient juifs, qui étaient non-musulmans et il y avait aussi les hypocrites. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم parle à tout le monde فيقول عليه الصلاة والسلام « يا أيها الناس أفشوا السلام» أول وصية « أفشوا السلام» ونتحدث إن شاء الله تعالى فيها « وأطعموا الطعام» أفشوا السلام وأطعموا الطعام وَسِلُوا الْأَرْحَامُ هذه الثالثة وَصَلُوا بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ Le prophète صلى الله عليه وسلم donne ses recommandations. Il dit أفشوا السلام Passez les salutations Donc le fait de dire السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَأطعموا الطعام Et nourrissez les gens Donnez-leur à manger وَسِلُوا الْأَرْحَامُ C'est-à-dire Préservez le lien de parenté Et priez la nuit Alors que les gens dorment Et vous aurez Inch'Allah Vous rentrerez au paradis Avec paix et sérénité فبهذه الوصية النبوية أردنا بهذا اللقاء أن نجعلها في حياتنا ونحن بأمس الحاجة أحبة ونحن في الحج الصحي ونحن بهذه الأيام الحرجة في الحقيقة يعني في الحقيقة كثير من الناس الآن بعضهم في المستشفيات بعضهم في بيوتهم بعض الناس يعني ضايق برأسه أصلاً ما يقدرش يخرج يعني ما شيم الطبيعة فلا بد منه الزهد تعليمات إيش حال عننا 1400 سنة ولكن إذا عملنا بها وخاصة نحن في هذه الأيام ابتلان الله بها أسأل الله الثبات للجميع عن جبرو إن شاء الله الخير والبركة في هذه الأيام ونحن نستقبل بعد أيام هذا الشهر شهر القرآن وهو شهر رمضان شهر الصيام لذلك أحبتي أرادتو أن نذكر هذه الواسية النبوية لنحققها ونعمل بها بهادي الأيام لنستقبل شهر رمضان على الواجه المطلوب إذن الله تعالى جب أحبتي أسأل الله أحبتي أحبتي من نحن لاحظت من خلالي أحبتي أحبتي شهر لذلك بنيكي للموات رمضان كنوزالان كويردان كالك جور إن شاء الله تعالى فيقول عليه الصلاة والسلام أفش السلام لأن إفشاء السلام سعليك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتسلم وحنا قلنا أن الحاليا بلا ما يسلم باليد عب بالكلام يقول لك أناس دي ما كنخرج شيء ما كنت مشكلة عب الهاتف سلم على الناس والمؤمن أن تسلم عن من تعرف وعن من لا تعرف يعني هذا هو المؤمن الحقيقي يعني يخصي تسلم على أي واحد كل مؤمن تسلم عليه تعرفوه لا ما تعرفوش وهذه تحية من أهل الجنة وشنا نستفدو منا يقول لك حنا في الحج الصحي ونحن في هذا الوضع هذا علش أن نذكروه تشي هذا دابا علش لأن إفشاء السلام بين المؤمنين والمؤمنات كتقو الألفة والمحبة وكتنزل السكينة والرحمة وهذه السكينة وهذه المحبة وهذه الرحمة نحن بأمس الحاجة لتحقيقها ونعيشها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المقبلة باش إذا كان الزحام مثلا باش نتقضاوه كل شيء يبغي يتخل رمضان كل شيء يبغي يتقدرن هذا العواشر يمكن واحد يتقلق واحد يتدابز يقول لك أنا أصبقتك ونحن في الأيام العادية بدون حج الصحي ونرى ما نرى فما بلوك بهذه الأيام لذلك أحببتي الكرام لا بد من تحقيق هذه الواسية الأولى الإفشاء السلام تجعل هذه المحبة وهذه الاحترام وهذه التقدير بين المؤمنين والمسلمين والمسلمين أكثر من أي شيء آخر الش restorان الله صلوه السلام الذي ي 궁금 Tie جعله لن sansي burgh nurse éلسات الله صلوه السلام ورحمة الله وبركاته أنه تعيدeline الرحوم سلوة ألفاً أن تلقًا بين المحبة بين الم المددين وعشر أو أكثر ما أكثر من أعودة لماذا تنسى لك المتعرفة لكي يتكلم لكي تقول أن السلام عليكم لك في السلام عليكم أنه يتكلم أنت فيك أن يكون معك أن أدفع أيضا أن أحسن أيضا أنه يتكلم أن يتكلم أن نكون قادرًا سوف نغطط فيه المنزل لكي يتكلم أن نتكلم بساطة لكي أخبرت من زمان كم يتكلم بالكامل في المدارة سوى الأقل في كل موقف تلك المنزل والموضوع سوف نستمره على الوقت بشكل أسطأ لا يزالح أسطره يدعون بعضية الكثيرات كتابة من الضبات انهنا سنرحنا سوف يدعون الضبات يستمرين الوقت من الأنمان أحيداً إذن الحالة أخرى في الأرض لأنه في المنزل تحبطيماً لذلك يجب أن يتعرف هذه تحبط الأسطر لتحبط الأسطر من أن يتعرف نحن نرى حقاً لا يزالح قاله سلام والسلام أشو السلام يقول عليه الصلاة والسلام وأطعم الطعام نوغي سالجان وأطعم الطعام الإنسان هو في بيته والحمد لله وهو بصحة وعافية وما نقصت حاجة ولكن هل فكرت يعني في هذا الجرد يمكن الظروف دياله صعبة أولا واحد مثكين ما عندوش الوثائق الرسمية ما عندوش تشي بادل وهو في الحاجة الصحية كذلك وشي قدر يفطر مثلا لإفطار الصائم فكر فيه أنت في بيتك لا بد تضمن الجرد لكل شيء واحد لك تعرف من الأقارب ولا لبعادين وخوا مثلا الأسرة اللي في البلاد كتعرف أن بعض الناس مثلا وخوا بعادين ما عندوش بثلان بشي بشهد العواشره دي بل رمضان اطعام الطعام تعطي لهم ليكتب الله بشي يشربوا الطعام ولا تجيب لهم الطعام والتحقيق في هذا الحديث أن الانسان يجاهز الطعام ويقدموا أنهم يشربوا الطعام ويقدموا أنهم يشربوا الطعام ويقدموا نفاية الطعام ويق شريش من هناك ما هي منظمة بشلد إن محافظة انهم ليس للميني فى رlloع غراباء يمكن هما ما محتاجه بتحجة والحمد لله لا بس عليهم ولكن هم غراباء جوعي مثلا السياحة ولكنوا في تجارة وجو يوم تلتيام وانقطعت جميع الرحلات وتشدت الحدود فهو مصير لا بد يبقى هنا يا يقول لا بد نفكره فادنا سادو وإن شاء الله الحباب دينا والجالية المسلمة اللي على برة اللي في بلجيك على برة تهوما الحباب إن شاء الله مسلمين أي تهلوا فيهم ويدكرهم وهكذا هو الإسلام عالمية الإسلام أينما كنت في الإسلام يحقق يعني هذه المحبة وهذه الأفة وإطعاء من طعام فيقول عليه الصلاة والسلام إفشاء السلام عفش السلام إطعام الطعام وصل الأرحام إنسان يصل للرحم وهي الأسرة العائلة العائلة الأرحم شنه هي يعني هو الوالدين وهو أعظم أن لا تشركوا بالله شيء وبالوالدين إحسانا والحمد لله هذا معروف معروف عند الجميع أن مكانة الوالدين عظيمة في الإسلام ومن عاق والدي فهي كبيرة من الكبائل أسأل الله السلامة العافية وخاصة في هذه الأيام بالحج الصحي الإنسان يحقق يعني بالوالدين بزيارتهم على قدر الحاجة لا يكثر من الزيارات حفاظا على صحتهما على الوالد الوالدة الإنسان لا يبالغ في الزيارة ديالهم وستعليه يمشي يزورهم يزورهم بالمعروف وللحاجة يمشي نزلهم شي أمانة شي صخرة يشوفوا ولا عندهم شي دواء ولا نقصلهم شي حاجة يمشي تخليهم بشي يجبروا الراحة ديالهم وهذا بالوالدين وخاصة في هذه الأيام في هذه العواشر هذه إنتهى الواقع خطية يحملم يحمل على سبيلس لنا ف ponوجة كبريات المسي يحمد للغاية الابتالkok من المخلصات خطية وطره الله سبحانه وتعالى في وقر دكت ام falta الواقع將 وحاول على widescita أمعك أرى لهم جانباً والمشاريع لليس المشاركة للمشاركة من المشاركة امرون المشاركة أرسل وتسالك بأنظر المشاركة إلى محل pessه ويأتي سنوات لهم يكون لهم لهم لكم فرهم سواء عرض من المشاركة إثنان لكم شكل في العالم سنوات بعض الأرحام فهو كل ما يأتي الأب و الأم يتطلب الأسرة و الحمد لله في هذا الوقت هذا ليس لوقت الزيارات و اللقاءات يريد أن تصل الأرحام الحمد لله بل هاتف خذ الهاتف تتصل و لو بالفيديو أو بالكاميرا و تشاهدهم يشاهدونك و تسلم عليهم و تدعو معهم و يدعون معك هذا هو الإسلام هذا هو تحقق الإسلام هذا هو تحقق الإسلام و تحقق الإسلام و تcontactون و تحقق الإسلام على طفل وصوص وdock قل across الفيديو يتبعونك تشاهدونك يتقونكك تشاهدونه يتقوم بالسلام يشاهدونك تشاهدونك يشاهدونك ممتاز دعويا وم و إنما تشاهدونك يمكنه معكم في شيء من مشكلة ويجبونه في سهم ويجوم الجوان ويجب أن تشاهدوني ومتع تطلب كل ما يشاهدونك والنبي عليه الصلاة والسلام يكمل هذا الحديث وهذه الوصية العظيمة وصلوا بالليل والناس نيان الإنسان يصليفوها خلينا من الصلوات الخامس صلوات المعروفة لجتل أركي الإسلام أي مؤمن يصليها حنك نهضرها هذه الصلاة الصلاة ليوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الليل قيام الليل الناس نعزل أنت كتقوم وكتوضى وكتوجه إلى الله وكتصلي ركعت لك تب الله جز ركعت أربعا ستات 70 هدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانك يصليه جز 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 ركعت جز ركعت لكتب الله من القرآن ما حفظش القرآن افتح القرآن أمامك اقرر القرآن وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وضع الله سبحانه وتعالى لنفسك وتب إلا الله واستغفر الله واستغفر لذنبك واعترف بدنوبك وبتقصيرك ما ابتلان الله سبحانه وتعالى إلا وقد ابتلان الله عز وجل إلا بتقسيرنا ببعدنا عن الله يمكن هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى بنرجع إلى الله سبحانه وتعالى يمكن بعدنا من عند الله عز وجل بالزاف بعدنا من مساجد هذه بيوت الآن فارغة يمكن هجرناها فهذا درس لنا جميعا هجرتي وهذه البيوت ها هي يا سيدي ممنوعة ممنوعة بغي خطب لا يمكننا أن نعطي الله نعطي الله نعطينا على نفسنا والمرضاء والمسلمين والغير المسلمين لأن الله ينفع من هذا البلاء و هذا الواباء الروفة صلى الله عليه الصلاة والسلام عندما يقول أن نعطيه في النوم عندما يقومون لا نتحدث عن طريقة طريقة صلى الله عليه الصلاة والسلام و الوقت يترجم من أعطيه ولكن فلم يكون اللهم في حالة سبحانه وتعالى فيخول اللهم خلال الله خلاله و سبحانه وتعالى بعد من يوم المفتح سبحانه وتعالى بحذرة تجد من تفق الأنعات ت أنت تجارة التحديد لك، على الصحابة عبدية وتعالى. تجارة النساء، إنك شخصني لك، بربية جائلة، بلد منك أيضًا. قد فقط الله تترجمه في كلمة في نفسه، بلد من خودك، ورد من نفسه المقنة مننا. إن يبقى ستارقينيين، ويجب أن ج Langد يُحر إليه إلى كلّ مدينة، كلّا لك، أو وإن نائع، وضع للغمرين، في المسلمين، dans le monde entier et qu'Allah عز و جل nous retire cette épidémie et que ces mosquées que peut-être nous nous sommes trop éloignés de ces mosquées Allah عز و جل nous donne une leçon afin de nous rappeler de l'importance de la mosquée qu'elle a dans notre vie فالإنسان يدعو الله ويكثر من الدعاء وما أحواجنا بهذه الأيهم أحبتي في الله ولا ينقص من قدري أي أحد مننا يعني تاوحد ما يحجررسوا يقول لا أنا مسكين الله عز و جل ما يستجبشي تايكون واحد ما يثالان شفقي ولا واحد يكون حافظ القرآن ولا واحد يكون مثالا عالم هذا يمكن أن يكون الله يستجب لأم لا لا والله أنت أخيف الله و أنت في بيتك أنت الحاج والحاج يفضل يفضل دور ديالكم إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ne pas se dénigrer de dire que ceci Allah عز و جل n'exaucera que de la part de quelqu'un qui est savant qui connaît le Coran non peut-être que toi-même الله سبحانه وتعالى تأم et que tu as toute ta place dans la communauté et qu'Allah عز و جل te le rappelle que le meilleur d'entre vous c'est le plus pieux cette piété qui est donnée à tout le monde الله سبحانه وتعالى نتق الله سبحانه وتعالى و نقشى الله سبحانه وتعالى في طاعتنا ماذا نستفيد إذا سمعنا و إذا أخذنا بهذه الوصية و هذه الوصية العظيمة ماذا نستفيد يقول عليه الصلاة و السلام تدخل الجنة بسلام الإنسان يدخل الجنة مش يدخل الجنة و صافي بسلام باطمئنان بالراحة يعني أدخل إن شاء الله وأنت مرتاح فهنيئا لك أخي المسلم فهنيئا لك أختي المسلمة لمن تبع هذه الوصية العظيمة بإفشاء السلام و إطعام الطعام و صلة الأرحام و الصلاة بالليل و الناس نيام أترول الجنة بإذن الله بسلام فأسأل الله سبحانه وتعالى نيجمعنا جميعا في جنة الناعيم Qu'est-ce que nous allons gagner si nous suivons les recommandations prophétiques que je viens de citer nous rentrerons au paradis إن شاء الله le prophète Assam il dit tu rentreras au paradis avec paix et sérénité ce n'est pas que tu rentres au paradis uniquement non que tu rentreras par sa volonté إن شاء الله et sa miséricorde tu rentreras au paradis avec paix et sérénité alors bonne nouvelle à toi cher frère bonne nouvelle à toi chère soeur quel que soit ton âge âgé que tu sois un père un grand père tu es chez toi que tu sois un homme une femme fais en sorte que tu fasses partie إن شاء الله des gens qui rentreront au paradis avec paix et sérénité en suivant ces recommandations prophétiques tu sois un homme أن من تبع هذه الوصاية العظيمة لأن هذه الأيام المقبلة ستأتي تعليمات جديدة ونحن مقبلين عليها وهذه العواشرة في حل قلنا هذه العواشرة لا بد أن نجهزه رصنا لا من أمور الدنيا ولا من أمور العبادة والآخرة نحن نتبع كل شيء لا تنسى نصيبك من الدنيا نحن لا نقول رمضان لا يوجد عصلا ولا كذا لا الإنسان لا بأس يتسخر ويتقدى ويتهلف ولداته ويقوم بالواجب على ذلك شيء الإنسان لا بد أن ننظمه رصنا ونتبع إن شاء الله تعليمات المقبضة التي ستأتي بإذن الله تعالى من أهل الحكمة ومن أهل العقل وأهل الفضل لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأيام ويجعل هذا شهر رمضان خيره خير رمضان إن شاء الله تعيشوا بإذن الله عز وجل إن شاء الله تعليمات المقبضة 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 اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اهدنا واهدبنا اللهم توب علينا إنك أنت تواب الرحيم وارحمنا إنك أنت سأرحم الراحمين اللهم استر عيوبنا اللهم ارزقنا حسن الأخلاق اللهم ارزقنا حسن الأخلاق يا كريم يا غفور يا ودود اللهم ارفعنا هذا الوباء قبل دخول رمضان اللهم وفقنا لصلاة الجماعة والصلاة القيام والصلاة التراويح مجماعة المسلمين في بيوتك يا رب العالمين اللهم وفقنا للصيام وقيام شهر رمضان إيمانا واحتساب يا أكرم الأكرمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي جميع المرضى أينما كانوا في العالم يا رب العالمين اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب المساكين وحب المساكين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين